لدى سقبال سموهي لوزير الصحة الكوري أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص مملكة البحرين على تطوير مجالات التعاون البحريني الكوري وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات منها التعاون في مجال الرعاية الصحية والطبية لفتن سموه إلى دعم الحكومة إلى الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين نحو الأفضل سياسيا واقتصاديا واستثماريا هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر قد استقبل بقصر أهل الغضبية سعادة سيد بارك نيونغ هو وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بجمهورية كوريا وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تطورات الأحداث الإقليمية والعالمية تتطلب تعاونا أوثق مع الأصدقاء في مختلف الجوانب والاستفادة من خبرات البلدين في الجوانب الصحية والرعاية الاجتماعية مشيرا سموه إلى اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الصحية والاطلاع على التجارب العالمية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة في هذا الجانب وأكد سموه أن الحكومة وفي سياق برامجها ومبادراتها الهدفة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية فيتسعى إلى الاستفادة من تجارب الدول منها كوريا في تقنية المعلومات الصحية والضمان الصحية وأنوها سموه بالسمعة الطيبة والدورة الذي تطلع به الشركات الكورية في مجال تقنية المعلومات الصحية وفي مجالات التكنولوجيا ماكدا سموه أن هناك العديد من المجالات الرحبة التي بالإمكان إدخالها إلى منظومة التعاون الثنائي بين البلدين وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الكوري مسار علاقات الصداقة التي تربط البلدين وأكد سموه في ذات الوقت اهتمام البحرين بالارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق مع كوريا في مختلف المجالات معربا سموه على الارتياح للمراحل المتطورة التي وصلت إليها مستويات التعاون البحريني الكوري في المجالات المختلفة وما تميز به من الارتكاز على الاحترام المتبادل والحرص المشرك على تنمية مصالح البلدين وأشعبيهم الصديقين وقد نوه وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الكوري بالتعاون الذي تشهده العلاقات بل بالتطور الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات الصحية والعلاجية وما حققته من نقلات نوعية تعكس نجاح سياسة وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في استراتيجيتها الصحية مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع البحرين في المجالات المختلفة ترجمة نانسي قنقر